اشتركوا في القناة وقد شهدت جلسة المباحثات توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين مجلس النواب والجمعية الوطنية بهدف تبادل الخبرات والزيارات والدراسات والتقارير وعقد المشاريع والبرامج التنائية وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافظة الاقليمية والمشاركات الدولية وخلال الجلسة نقلت رئيسة مجلس النواب تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للوفد البرلماني الكوري وتمنيات جلالته بنجاح الزيارة في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وأشادت معاليها بمواقف جمهورية الكورية الصديقة في دعم الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ورفض التدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية التي تهدد أمن وازدهار المنطقة من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا عن بالق اعتزازه بعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الصديقين مؤكدا تطلع بلاد الارتقاء بالعلاقات الوطيدة وتعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين موجهان الدعوة الكريمة لمعالي رئيسة مجلس النواب لزيارة كوريا في الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر